طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم من جديد ودرس من دروس اللغة العربية وفرع النحو ودرسونا اليوم بعنوان التمييز الدرس مش جديد لكن فيه أفكار مهمة وبتيجي كتير في الامتحاد التمييز الملفوظ لما يجي أقول لحضرتك مثلا اشتريت كيلو لحمن كلمة لحمن لو أنا حزفتها من الكلام وقلت لك كده اشتريت كيلو الكلمة بتاعت كيلو دي كلمة مبهمة كيلو إيه كيلو لحمن أرزا أيا كان مش واضحة آه فزي ما احنا شايفين كلمة لحمن ليه قلت عليها التمييز لأن هي ميزة الوزن اللي قبلها كلمة كيلو كلمة كيلو دي بتستخدم في قياس الوزن طيب كيلو دي بقول عليها مميز مميز الحاجة اللي أنا ميزتها دي اسمها المميز ولحمن هي دي التمييز طب ليه قلت عليها تمييز ملفوظ لأن اللفظ بتاعي المميز اللي هو كلمة كيلو موجود في الجملة يبقى اشتريت كيلو لو قلت كيلو وسكت الجملة مبهمة جات كلمة لحمن ميزتها فعشان كده سميناها تمييز ملفوظ طيب باعت تاجر اردبا قمحا كلمة قمحا ايضا تمييز ميزت ايه ميزت كلمة اردب الاردب ده وحدة ايضا لقياس الحاجة قمحا هو ده التمييز بنقول عليها ايه كيلو اه يعني بيبين حجم الامحة اللي انا بعته فعشان كده قلنا عليها تمييز ليه لانها ميزت الاردب اردب ايه قمح قطن حب وهكذا طيب وليه ملفوظ عشان اللفظ بتاعي المميز كان موجود قبل التمييز اللي هو كلمة قمحا تمام زرعنا فدانا قطنا فين التمييز هتقول لي كلمة قطنا ميزت ايه فدانا فدانا دي بتقيس ايه قال لي بتقيس المساحة فعلشان كده ايضا بقول عليها تمييز ملفوظ لان اللفظ بتاعي المميز مذكور في الجملة الشهر ثلاثون يوما تخيلوا يا جماعة لو انا جيت قلت لك كده ايه الشهر ثلاثون فهمت حاجة ثلاثون ايه ثلاثون ساعة ثلاثون يوما ثلاثون اسبوعا مش واضحة جات كلمة يوما وميزت الرقم او العدد اللي قبلها فعشان كده قلت على يوما تمييز وثلاثون هي دي المميز الملفوظ او اللي ذكر بيلفظه في الجملة فبالتالي بنقول عليها تمييز ملفوظ لانها ميزت العدد الذي قبلها يبقى انا عرفتك اذا دلوقتي ان التمييز الملفوظ هو كلمة تبين وتزيل الابهام عن ما قبلها والتمييز الملفوظ بيذكر فيه المميز بلفظه سواء كان المميز ده وزن كيل مساحة عدد وزن وكيل ومساحة وعدد تمام بعد ما شفنا تمييز الملفوظ النوع التاني من انواع التمييز التمييز الملحوظ كلمة ملحوظ يعني بنلحظه في الكلام دون ان يذكر لفظ المميز صراحة ما يبقاش قبله ولا وزن ولا كيل ولا مساحة ولا عدد زي ما اقول مثلا طابة الاسكندرية هواء طابة الاسكندرية في ايه؟ اللي هواء يبقى هواء تمييز منصوب لانه هو ازال الابهام عن الفعل طابة الاسكندرية في ايه؟ هواء جوا ارضا سماء وده بنسميه تمييز محول عن الفاعل لاننا نقدر اقولك طابة هواء الاسكندرية زدت يقينا زدت في ايه؟ اليقينا تمام يبقى اذا كلمة يقينا تمييز منصوب ويقينا تمييز منصوب لانها ازالت الابهام عن الفعل زادة والفعل زادة زي ما احنا شايفين ممكن يجي معا مفعول به تاني اذا كان جاي متعدي اما اذا كان لازم زي الجملة اللي قدامنا فبيبقى تمييز منصوب لكن ازداد القلب يقينا يبقى يقينا على طول تمييز انا اكثر منك علما كلمة علما تمييز منصوب ليه؟ لان اللي قاب لها افعل التفضيل الناكرة المنصوبة بعد افعل التفضيل تمييز منصوب كفى بالله شهيدا بعد الفعل كفى لفظ الجلالة هنا في درس حروف الجر الزائدة هنعرف ان البقى حرف جر زائد ولفظ الجلالة فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا هنعرف اعرابه بالتفضيل لكن كلمة شهيدا الناكرة المنصوبة بعد الفعل كفى والفاعل بتاعه بتعرف تمييز ملحوظ منصوب نعمة قاضيا المنصف كلمة قاضيا تمييز ليه نكرة منصوبة بعد نعمة وبئسة أعظم به بطلا ما أجمل القاهرة مدينة بعد أسلوب التعجب سواء صيغة أفعل به أو صيغة ما أفعله النكرة المنصوبة اللي بتيجي بعد كده بتعرب تمييز منصوب تمام إيبه احنا كده عرفنا أن التمييز اسم نكرة يذكر ليزيل الإبهام والغموض عما يسبقه وهو نعين تمييز ملفوظ وفيه تمييز ملحوظ يأتي في مواضع معينة وبيكون محول عن الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو بعد أفعال المتح والذن أو بعد أسلوب التعجب أو بعد اسم المفعول أو بعد أفعال التفضيل أو النكرة المنصوبة بعد أفعال زي كفى وازدادة وقرى وطابة وامتلأة وفاضة وغيرها من الأفعال التي يأتي معها التمييز الملحوظ أولا علشان نفهم تمييز العدد عايزين نعرف الأرقام بتاعتنا بتبدأ من أول رقم واحد وبعدين رقم اتنين فأنا مثلا لما أجي أعبر أو أستخدم الرقم واحد أو الرقم اتنين فبقول حضرة رجلان وامرأتان أو حضرة رجل وامرأة طب فين الرقم هنا؟ مش موجود طب هل أنا محتاج أن أنا أذكر الرقم؟ أقول حضرة واحد رجل واثنان امرأة مفيش حد بيتكلم بالطريقة دي مفيش تمييز للرقم واحد أو اتنين بمفردهم لأنهما لا يحتاجان إلى تمييز اللفظ بتاعهم بيغني عنهما جميل طيب لما أجي أقول قرأته ثلاثة كتب في سبع ليال بعد واحد اتنين عندنا ثلاثة فالعدد بتاعي هنا اللي هو الرقم ثلاثة كلمة ثلاثة ده عدد يا ترى مفرد ولا مركب ولا معطوف يعني إيه؟ يعني كلمة ثلاثة كلمة واحدة ولا مركب مع رقم تاني إحنا شايفين قدامنا كلمة واحدة وهيها ثلاثة يبقى ده بسميه عدد إيه؟ مفرد طيب كلمة سبع لأ سبع يعني مفرد ولا مركب ولا معطوف هتقول لي لأ ده رقم مفرد مفيش معاه أرقام أخرى تمام طيب إزاي بقى العدد مركب؟ أقول لحضرتك مثلا فريق كرة القدم 11 لعبا الرقم هنا بتاعي مش أحد لوحدها ولا عشر لوحدها لكن 11 لو الرقم 11 نعارفين 11 هنا لو 11 فده أسميه رقم مركب إيه هي الأعداد المركبة؟ الأعداد المركبة من 11 ل 19 11، 11، 12، 17، 19 إلى آخره فده بنسميها أعداد مركبة يعني من 1 و 9 لما يركب مع العشرة ده بنسميه عدد إيه؟ مركب يبقى أنا عرفت كده دلوقتي أن العدد 3 أنواع مفرد زي 3 أو 7 أو حتى 100 أو ألف ومركب زي 11 و 19 إلى آخره تمام عندي كمان ألفاظ العقود أقول لحضرتك رأيته 22 طالبة اللفظ 20 ده من ألفاظ العقود يعني إيه من ألفاظ العقود؟ اللي هي مضاعفات العشرة 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 إلى آخره وألفاظ العقود ممكن يعطف معها رقم آخر فأقول لرأيته 22 و 20 فلو أنا قلت لك على 20 بس تقولي ده لفظ من ألفاظ العقود طب 22 و 20 أقول ده عدد معطوف يبقى 22 و 20 وهو دي حرف عطف فده اسمه رقم أو عدد معطوف يبقى اتفقنا كده جماعة إن إحنا عندنا الأعداد ممكن يكون العدد مفرد ممكن يكون العدد مركب زي من 11 إلى 19 ممكن يكون العدد من ألفاظ العقود أو معطوف زي 22 و 35 إلى آخره دي أول نقطة عايز نركز عليها مع بعض علشان نفهم التمييز بشكل سهل وبسيط أنا عندي مفرد ومركب ومعطوف وألفاظ عقود طيب إيه الخطوة الثانية؟ التمييز بتاع العدد زي ما احنا عرفنا اللي هو الكلمة اللي بتوضح العدد اللي قبلها يعني التمييز مثلا في المثال التاني اللي هو قرأته ثلاثة كتب هيبقى التمييز عندي هو كلمة كتب التمييز في سبع ليالين يبقى التمييز بتاع كلمة ليالين جمع ليلة التمييز في المثال اللي بعد كده كلمة لاعبا التمييز في المثال اللي بعد كده كلمة طالبة تمام؟ يبقى دي كلها كلمات تعرب تمييز للعدد اللي قبلها فعشان كده سمناها تمييز عدد طيب الخطوة الثانية بقى فكرة التذكير والتأنيس يعني إيه؟ يعني إم تقول واحد وإم تقول إحدى مثلا إم تقول أحد أو واحد وإم تقول إحدى إم تقول إثنان وإم تقول إثنتان إم تقول ثلاث وإم تقول ثلاثة ده اسمه التذكير والتأنيس إم تأمت العدد بالتذكير وإم تأمت العدد بالتأنيس عايزين نشوف مع بعض إزاي نذكر أو نقنط الرقم مع التمييز بتاعه لو جينا شوفنا في المثال رقم ثلاثة أو رقم اتنين عندي مثلا فريق كرة القدم أحد عشر لعبا فين التمييز يا جماعة؟ هتقولولي كلمة لعبا حلوة أوي كلمة لعبا دي مذكر ولا مؤنث؟ طبعا كلنا عارفين إنها مذكر جميل طيب الرقم عندي لهو 11 ده عدد مركب من رقمين وأنا بشتغل على التذكير والتأنيس هاخد كل رقم لوحده 11 عشر أحد دي اللي هي واحد يعني جميل أحد هنا يا ترى كانت مذكر ولا مؤنث؟ فكده شفنا إن لعبا مذكر وأحد مذكر يبقى معنا كده إن رقم واحد اللي هو أحد بيوافق التمييز في التذكير والتأنيس ولا بيخلفه؟ طبعا بيوافق لما كان لعب مذكر قلت أحد دي لو كانت لعبة كنت هقول إحدى تمام طيب في المثال الأخير بقول رأيته 22 طالبة جميل كلمة طالبة مذكر ولا مؤنث؟ اللي هي التمييز بتاعك مذكر ولا مؤنث؟ تقول لي مؤنث طيب إثنتين وعشرين إثنتين اللي هو الرقم اثنين مذكر ولا مؤنث؟ تقول لي طبعا مؤنث يبقى اللي اثنين وفقت ولا خلفة التمييز؟ طبعا وفقت لما كان التمييز جاي مؤنث كان العدد جاي لي كمان إيه؟ مؤنث طيب افرد إن أنا قلت طالبا كنت هقول لك رأيته إثنين من غير الته بتاعت التأمييز دي رأيته إثنين وعشرين طالبا جميل أفهم من كده يا جماعة إن العدد واحد واثنين دول بيوافقوا التمييز بالتذكير والتأمييز ولا بيخلفوه؟ طبعا بيوافقوا علشان ما تنساش بقى احفظ معايا بعد ما فهمت لازم نثبت القعدة بتاعتنا بتلات جمل لو فهمتهم وحفظتهم كويس هتشتغل كويس جدا في درس التميييز بتاع العدد فبنقول العدد واحد واثنين بيوافق يا نور العين علشان ما ننساش ايه اكتب معايا كده القعدة دي العدد واحد واثنين بيوافق يا نور العين حد بيقول يا نور العين يبقى بيوافق ولا بيخالف؟ أكيد طبعا بيوافق تمام بعد اتنين في كام؟ في تلاتة تعال نشوف كده مع بعض زي ما استنتجنا واحد واثنين موقفهم ايه؟ تعال نشوف تلاتة موقفها ايه؟ في المثال رقم اتنين بيقول لي قرأته ثلاثة كتب فين التمييز بتاعك؟ قل لي كتب مفرد كتب ايه؟ كلنا عارفين كتاب كتاب دي مذكر ولا مؤنس؟ مذكر طب والتلاتة؟ مؤنس حلوة قوي يبقى معنى كده ان التلاتة وفقت ولا خلفت؟ خلفت طيب في سبع ليالي مفرد ليالي ايه؟ ليلة مذكر ولا مؤنس؟ تقول لي مؤنس طب سبع دي مذكر ولا مؤنس؟ سبع المؤنس سبعة بتهي المربوطة اه يبقى هنا ده مذكر يبقى معنى كده ان السبعة وفقت ولا خلفت؟ طبعا خلفت افهم من كده ايه بقى؟ ان الارقام مش بس تلاتة وسبعة بقى ده من تلاتة لتسعة من تلاتة لايه؟ لتسعة مالهم دول بيوافقوا التمييز ولا يخلفوه؟ سواء كانوا جايين مفردين ولا مركبين بيخلفوه؟ فافتكر بقى كده معايا العدد من تلاتة لتسعة مخالفنا دايما وبيسعة يمشي بعيد مختلف معايا مخالفنا دايما وبيسعة يبقى انا كده لخصت قعدتين من اكتر القواعد اللي بتلخبط الناس في درس التمييز يبقى واحد واثنين بيوافق يا نور العين العدد تلاتة لتسعة مخالفنا دايما وبيسعة سواء كانت التلاتة دي جاية مفردة زي المثال رقم اتنين هي وسبعة جاية مركبة مع الرقم عشرة هي بتخالف التمييز في اي وضع بتكون عليه جميل بعد تسعة في كام بعد تسعة عشرة حلو قوي يا ترى العشرة موقفها ايه؟ تعال نشوف بيقولي في المثال رقم تلاتة فريق كرة القدم احد عشر لعبا اه احد عشر لعبا لعبا قلنا مذكر ولا مؤنس مذكر طب وعشر مذكر ايضا لان انا لو عايزة الناس هقول عشرة بتلات المربوطة يبقى العشرة هنا وفقت ولا خالفة التمييز طبعا وفقت كويس طيب بص المثال ده رأيت عشرة لعبين ايه ده بقى؟ هي لعبين دي مش مفردها لعب اه يعني مذكر تمام طب هنا العشرة وفقت ولا خالفت؟ لأ خالفت طيب ايه الفرق ما بين العشرة في المثال ده والعشرة في المثال الاخير اللي احنا كتبنا ده هتقولي ان العشرة في المثال اللي فوق كانت مركبة مع رقم اخر احدى عشر تسعة عشر وهكذا لكن في المثال الاخير العشرة جاية مفردة مع هاش رقم تاني مش مركبة اه طب ودي تفرق قال لي بالزبط طبعا اذا كانت العشرة جاية مركبة مع اي رقم اخر من واحد لتسعة فهي توافق التمييز زي ما احنا شايفين احد عشر لعبا طب لو جاية مفردة رقيته عشرة لعبين بتخالف التمييز افهم من كده القعدة دي طيب نجمعها كده كلها على بعضها ازاي افتكر معايا ان العشرة خينة للعشرة يعني ايه خينة للعشرة يعني لما بيكون معاها رقم زي واحد كده احد عشر ثلاثة عشر بتعملية تروح موافقة التمييز اللي ييجي بعدها طب لو جاية لوحدها بقى تخون العشرة وتخالف التمييز اللي ييجي بعدها فبنقول العشرة خينة للعشرة توافق في التركيب وتخالف في الافراد يعني توافق التمييز وهي مركبة تخالف التمييز وهي مفردة خد بالك توافق التمييز اللي بعدها وتخالف التمييز اللي بعدها ايضا ما لهاش علاقة بما قبلها يبايزا العشرة توافق في التركيب يعني وهي مركبة مع رقم اخر توافق في التركيب وتخالف في الإفراد تخالف في الإفراد نكتب كده الجمل التلاتة دي كده أنت درس التمييز هيبقى سهل جدا بالنسبة لك بعد ما تفهم التلات قواعد دول وتحفظ التلات قواعد دول وتبدأ تطبق عليهم في كتابة الأرقام بالحروف طيب عندي لما يجي يقول لي كرمت الدولة مئة طالب وألف طالبة الألفاظ اللي هي زي مئة وألف ومضاعفتهم هل هتتغير بتغير التمييز فيها تسجير وفيها تأنيس والكلام ده يعني ألف طالبة مع طالب هقول ألفة أو كلا لا فيش الكلام ده هي زيها زي ألفاظ العقود اللي هي مضاعفات العشر عشرين وتلاتين واربعين وخمسين وتسعين وهكذا لا تتغير شكلها بتغير التذكير والتأنيس للتمييز ولكن ألفاظ العقود هنشوف أن ممكن يتغير شكلها بتغير موقعها من الإعراب وليس على حسب تذكير العدد أو تذكير التمييز وتأنيسه يبقى احنا كده عرفنا الخطوة التانية اللي هي تذكير وتأنيس العدد على حسب التمييز اللي جاي وراه بشوف الأول العدد ده واحد واثنين ولا من ثلاثة لتسعة ولا عشرة والعشرة لو كانت موجودة أشوفها يا ترى جاية مفردة فتخالف ولا مركبها مع رقم تاني فتوافق التمييز تمام كده يبقى احنا عرفنا أن الأعداد بالنسبالي في عدد مفرد من ثلاثة لعشرة عدد مركب من حداشر لتسعتاشر في أعداد معطوفة الفوز العقود عشرين تلاتين إلى آخره أحكام التذكير العدد وتأنيسه عرفنا واحد واثنين بوافقان المعدود سواء كان واحد واثنين جايين مركبين أو معطوفين الأعداد من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود سواء كانت مفردة أو مركبة أو معطوفة العدد عشرة يخالف التمييز إذا كان مفرد ويوافق إذا كان مركب ألفاز العقود بنقول حضر عشرون امرأة وعشرون رجلة يعني لا تختلف باختلاف نوع التمييز ننتقل إلى النقطة أخرى وهي إعراب تمييز العدد تمييز العدد من ثلاثة لعشرة بيكون الجمع مجرور حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصوب ألفاز العقود المية والألف ومضاعفتهم بيكون مفرد مجرور مطلوب مني أن أنا أثبت هذا الشكل في ذهني تماما ولما أجي أشتغل في تمييز العدد دي أول خطوة بعملها بضبط التمييز على حسب الرقم اللي أدامي ككل فلو أنا عندي مثلا الرقم اللي أدامي من ثلاثة لعشرة ثلاثة ثلاثة مثلا طلاب ثلاثة هقول إيه؟ طلاب طلاب لو عندي الرقم من حداشر لتسعة وتسعين هقول إيه؟ عشرون طالب لو عندي الرقم مية وألف أو مضاعفتهمة هقول إيه؟ مئة طالب يبقى دي أول خطوة بعملها اللي هي ضبط التمييز بتاع العدد اللي قدامي وده بعملوا منين من الجدول أو من التقسيمة اللي مكتوبة قدامي دي علشان ما تنسهاش هنقولك الآتي إحنا بنرتب الأرقام من ثلاثة لعشرة ثلاثة لعشرة حداشر لتسعة وتسعين مية وألف ومضاعفتهم وإنت عندك إيه اللي بيصبك الآخر في ترتيب حروف الأبجدية الجيم ولا المين؟ طبعا الجيم ألف به تسه الجيم في الأول فهبدأ بالجيم وبعدين مين؟ مين يعني جمع مفرد مفرد واثنين مجرور وفي الوسط منصوب يبقى أنا بعمل كده تلاثة لعشرة حداشر تسعة تسعين مية وألف وبعدين جمع مفرد مفرد واثنين مجرور وفي النص منصوب بعد ما بنضع هذا الترتيب قدام عينينا أبدأ بقى أشتغل في الضبط فلاقي الرقم مثلا لقدامي تلاتة أبص على التلاتة دي من كم لكام من تلاتة لعشرة فارح أيلت الله بين جمع ومجرور الرقم اللي قدامي خمسة وعشرين سبعة وثلاثين أيا كان طالما من بين حداشر لتسعة وتسعين يبقى على طول هنا هيكون مفرد منصوب الرقم اللي قدامي مية أو ألف أو مضاعفة تهمة فعلى طول هيكون مفرد مجرور بعد ما وضعت هذا الترتيب قدام عيني ببدأ أعمل الضبط بتاع التمييز وبعد كده بنقل للخطوة التانية اللي هي إحنا بدأنا بيها إزاي أذكر العدد أو أأنسه من القاعدة بتاعة واحد واثنين وتلاتة لتسعة إلى آخر طيب عرفت إزاي أعرب تمييز العدد العدد نفسه أعربه إزاي قال لي أن كل الأرقام بتعرب حسب موقعها في الجملة أي عدد حسب موقعها في الجملة بحركات إعراب عادية جدا إلا الأعداد المركبة اللي هي من حداشر لتسعتاشر تبنى على فتح الجزئين فمثلا أثنيت على أحد عشر طالبا لما يجي أعرب أحد عشر جاي قبلها حرف جر اللي هو على فهنقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مجرور ما ينفعش أقول عليه اسم مجرور وعلامة جر الكسرة طب هتضع الكسر على أحد ولا على عشر ولا إيه بالزبط لا بنقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مجرور تمام ألفاظ العقود بتعرب حسب موقعها في الجملة أيضا ولكن لها علامات إعراب خاصة أو فرعية لأنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فهي من الملحق بجمع المذكر السالم ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر أيضا بالياء فإذن أنا بعربها حسب موقعها في الجملة وأشوف لو مرفوع أقول عشرون منصوبة أو مجرورة أقول عشرين نتناول بعض التدريبات على درس التمييز بيقول لي أي الجمل التالية تحتوي على تمييز محول عن مفعول يعني إيه محول عن مفعول أو محول عن فاعل أو محول عن مبتدأ يعني لو أعدت ترتيب الجملة هلاقي إن التمييز يصلح أن يكون مفعولا به في الجملة زي إيه يعني لو قلت مثلا درسنا العلوم أنواعا فين التمييز كلمة أنواعا طب ينفع أقول درسنا أنواع العلوم هتقول لي آه أنواع هنا يبقى عربها إيه مفعول به آه يبقى هنا ده تمييز محول عن المفعول اشتعل الرأس شايبا بدل كده الأماكن اشتعل شايب الرأس ده شايب هنا دي هتعرف فاعل يبقى ده اسمه محول عن فاعل وهكذا يبقى إذن لما يجي يقول لي تمييز محول عن المفعول أقول له هنا مثلا درسنا العلوم أنواعا تفجرت القرائح علما نوع التمييز في المثال أنا عندي ناكرة منصوبة بتزيل الإبهام عما قبلها وما فيش قبلها ولا وزن ولا كيل ولا مساحة ولا عدد يبقى ده تمييز ملفوظ ولا ملحوظ ولا عدد ولا ذات ولا ايه بالزبط يبقى ما فيش وزن ولا كيل ولا مساحة ولا عدد يبقى اسمه تمييز ملحوظ أي من الكلمات التالية من ألفاظ العقود أهلون بانون سنون ثمانون عارفين ألفاظ العقود قلنا ضعفات العشرة من أول عشرين بغاية تسعين يبقى ثمانون يقول لي في الفصل أربع طالب معهم اتناشر كتب ويحفظون ستة وتمائنين آيات قرآنية لما يجي أكتب هذه الجملة وتلك الأرقام بالحروف الإجابة الصحيحة اللي هتطلع معي زي ما اتفقنا احنا عندنا خطوات هنمشي عليها أول حاجة نعمل ايه؟ هنرس القاعدة بتاعتنا بتاعة العدد من ها تلاتة لعشرة حداشر لتسعة وتسعين المية والألف ويه مضاعفاتهما والجيم الأول ولا الميم هتقول لي لا الجيم يبقى جمع مفرد مفرد وبعدين اتنين مجرور واحد فوق والتاني تحت وفي الوسط منصوب أرجوك تكتب هذه القاعدة أمامك قبل ما تجاوب ما تحفظهاش وتسمعها كده أو تقيس عليها شفاويا لغاية ما تتمكن كويس جدا من الدرس وضعت التقسيمة قدامي ابدأ بقى أعمل لضبط التمييز أول رقم قبل أي حاجة خلص أول رقم عندي اللي هو الرقم أربعة حلوة قوي الأربعة دي من كام لكام هتقول لي حضرتك من ثلاثة لعشرة يعني التمييز بتاعك المفروض يكون ايه؟ جمع مجرور فكده أول حاجة كلمة طالب دي المفروض تبقى طولة بن جمع مجرور كويس بعد كده الرقم التاني 12 12 من كام لكام؟ هتقول لي من 11 لـ 99 فالتمييز بتاعك المفروض يكون مفرد منسوب يبقى كلمة كتب دي مفروض تبقى كتاباً في هذا الشكل بعد كده وهيحفظون 86 آيات قرآنية 86 دي من كام لكام؟ أيضاً من 11 لـ 99 التمييز هيكون مفرد منسوب فتقول لي ايه؟ 86 آيات؟ لا آية قرآنية هاي يبقى أنا دي أول خطوة ببدأ بها جماعة اللي هي ضبط التمييز قبل ما تعمل أي تغيير أو أي شيء كويس يبقى أنا كده عملت ضبط التمييز الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشوف التذكير والتأنيس 1 و 2 بيوافق نور العين 3 لـ 9 مخالفنا وبيسعى الأربعة دي من 3 لـ 9 يبقى توافق ولا تخالف؟ هتخالف يبقى إذن كلمة طالب مذكر يبقى أنا مطلوب مني أن كلمة أربعة تكون مؤنس فبالتالي طبعاً خلاص كده أنا استبعدت رقم واحد نشوف رقم 2 أربعة مؤنس طلاب جامع مذكر تمام كتاباً منصوبة مفرد منصوب آية قرآنية ما فيهاش مشاكل نبدأ ننقل بقى على 12 طيب معهم أنا عندي هنا كلمة كتاب مذكر يبقى هقول إثناء ولا إثنتاء واحد واثنين بيوافق يبقى إثناء كويس طب عشر ولا عشرة؟ العشرة بتوافق في التركيب وتخالف في الإفراد يبقى أنا عايز عشر يبقى أنا كده هستبعد رقم 2 لأن عشرة ما تنفعش إحنا عندنا العشرة بتوافق وهي مركبة وتخالف وهي مفردة يبقى إذن التصفيات دلوقتي ما بين 3 و4 في الفصل أربعة طلاب معهم إثنى عشر كتاباً ويحفظون ستاً وثمانين آية ولا ويحفظون ستاً وثمانين آية يبقى المفضلة هنا ما بين ستاً وثمانين وستاً وثمانين خد بالك إن من ناحية التذكير والتأنيس لاتنين مصبوطين لأن آية مؤنس وستة من 3 لتسعة بيخالف 3 لتسعة من خالفنا وبيسعة فمن ناحية التذكير والتأنيس دي صح ودي صح أمال إيه الغلط بقى هنا لما أجي عارب ست هعاربها مفعول به من اللي بيحفظه هو الجماعة هي الفاعل ماذا يحفظون ستاً يبقى كلمة ستاً دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آه كده خلاص اتحسم الأمر معايا يبقى الإجابة الصحيحة في الفصل أربعة طلاب معهم إثنى عشر كتاباً ويحفظون ستاً وثمانين آية قرآنية يبقى أنا كده عرفت الخطوات اللي أنا همشي عليها علشان خاطر أحل السؤال بتاع تمييز العدد الجملة التي تحتوي على تمييز ملفوظ مما يأتي اشتريت كيلو أرزاً زرعت أرضي زرعاً طبعاً زرعت أرضي زرعاً ده مفعول مطلق بنيت بيتاً عالياً قرأت كتباً ثلاثة يبقى إذن الإجابة الصحيحة اشتريت كيلو أرزاً لأن أنا عندي التمييز اللي هو أرزاً وقبلها كلمة كيلو لفظ من الألفاظ بتاعة الوزن إن هديتي لك 12 جنيهاً عند كتابة الأرقام باللغة العربية تصبح إن هديتي لك طبعاً 12 جنيهاً خبر إن مرفوع بالألف وزي ما إحنا عارفين اللي اتنين هتوافق مش هقول إثنتا والعشرة كمان بتوافق التمييز طالما كانت مركبة فبنقول إثنى عشر وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا التمييز بأنواعه المختلفة على وعد بلقاء جديد ودرس جديد من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية